السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أهلا وسهلا ومرحبا بكم وتجددوا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع قوانين ربانية قانون اليوم قانون يفسر لنا كثيرا من الأحداث في واقع الحياة وهو قانون زوال النعم نجد بعض الناس كانت النعم معهم ثم زالت الصحة ثم زالت المال ثم ضاع القوة ثم محية والعياذ بالله ما هو قانون زوال النعم الذي جاء به القرآن وجاء به الإسلام أولا النعمة حتى نعرفها جيدا يقول ما يتمتع به الإنسان ويطيب به عيش كل ما يتمتع به الإنسان ويطيب به عيش نعمة الملبس نعمة دي في نعم مادية وفي نعم معنوية الملبس المسكن المأكل المشرب كل هذه نعم حسية نراها بعيناه وهناك نعم معنوية كالهداية والسعادة راحة البال وهدوء الحال هذه كلها نعم حسية نعم معنوية منها من النعم إنزال الكتب وإرسال الرسل والتآلف والتآخف الله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء نعمة 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 إنزال الرسل إنزال الكتب واذكروا نعمة الله عليكم وما نزال عليكم من الكتاب والحكمة نعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا نعم هذه نعم لكن هذه نعم ممكن فكأة ضيع كيف تضيع أن لك في قانون اسم قانون زوال النعم إيه هو بالقانون اسمع يا سيدي كل إنسان يؤتى نعمة فيجحدها أو يبطر هذه النعمة يبطرها أو ينسى أداء شكرها أو يصرفها في غير حقها ويجحدها ضعت منه النعمة وزالت منه تعالوا نشوف لا ومش كده بس وتتمكن منه هذه الصفات السيئة أول شيء يضيع النعمة أن يكفر الإنسان بنعمة الله يكفر إنسان بنعمة ربنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في القرآن بزوال النعم وضرب الله مثلا قرياتا كانت أهمنا مطمئنة آمنة مطمئنة نعمة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان عندهم النعم الحسية والمعنوية المعنوية آمنة ومطمئنة ده نعمة معنوية والنعمة الحسية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كيف قابلت النعم فكفرت بأنعم الله إيه هو القانون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بمكانه أصنعه وده القانون ضاعت لماذا لأنهم كفروا النعمة أيضا قد يجحد الإنسان النعمة ويبطر والعاذ بالله النعمة وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين إذن بطر النعمة بطر النعمة وإنه يترك حقها تضيع النعمة إحنا عندنا قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشبال كلوا من رزق ربكم واشكوروا له بلدة طيبة ورب غفور ماذا حدث نعمي فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفر وهل يجازة وهل نجازي إلى الكفور كراءتان متواترتان إذن يا أحباب الكرام الأفاضل تركوا الشكر يضيع النعمة تركوا الشكر يضيع النعمة جحد النعمة يضيع النعمة كفران النعمة يضيع النعمة ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يقول أفبنعمة الله يجحدون دا سؤال استنكاري أفبنعمة الله يكفرون فالإنسان إذا كفر النعمة زالت دا القانون طيب ممكن الواحد ينسى شكر النعمة آه ممكن وممكن الواحد أحيانا يعني لا يكر بأن النعمة من عند الله إحنا بشر آه القانون دا بقى اللي هو كفران النعمة وجهود النعمة وعدم شكرها أن تتمكن هذه من الإنسان وتصبح ممكنة فيه وتبقى صفة متأصلة متجذرة في كيانه ساعتها القانون يفعل فعله ويجري عليه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول ذلك بأن الله لم يكو مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الحصد دي يبقى النعمة تتغير وتتبدل وتزول النعم إذا غيرت النفس غيرت بماذا خلاص بقى كفرت جحدت لم تؤدي الشكر صرفتها في غير طاعة الله لأن في البعض ممكن يصرف النعمة في غير طاعة الله سيدنا موسى عليه السلام لما قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أما الذي يستخدم نعم الله في إظهار المجرمين ومساعدة الفاسدين والوقوف بجانبهم فهذا النعمة تضع منه إذن هذا هو قانون النعم الذي جاء به القرآن الكريم إذا تحقق في فرط أو في أمة أو في مجتمع أو في دولة ضاعت الأمة ضاعة المجتمع ضاعة الدولة كفران النعمة جحدها عدم شكرها ولا عزب الله لذلك القرآن الكريم يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وأما بنعمة ربك فحدث فكلوا مما رزقكم الله حلاً طيبة واشكروا نعمة الله هذا هو قانون زوال النعم كما جاء به القرآن وكما جاء به القرآن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ لنا على النعم وأن يرزقنا دوامها وشكرها اللهم أمين إلى اللقاء آخر إن شاء الله مع قوانين ربانية أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته